في الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير ما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولد وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجاء ومصابيح الهدى وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أراد ببلدنا خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد ببلدنا شرا فرد كيده في نحره وألنا فيه عجائب قدرتك اللهم حق دماءنا احفظ أعراضنا صن أموالنا رد شبابنا إليك ردا جميلا طيبا برحمتك يا رحمن يا رحيم آمين آمين إخوتي في الله هذا عود حميد إن شاء الله إلى سلسلتكم النبلاء وكنا قد انقطعنا عن سلسلة النبلاء أسابيع وها نحن نعود إليها بترجمة جديدة لرجل كثر فيه ومن حوله الجدل لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع من مع الحجاج ابن يوسف الثقفي الحجاج ابن يوسف شخصية كثر فيها الجدل جدا فهناك من مدحه واعتبره من أعظم الشخصيات الإسلامية سيما في دولة بني أمية بل اعتبروه حافظ دولة الإسلام من التفكك والعامل على وحدتها والعامل على صيانتها والعامل على صيانتها بعد انقسامها وبعدما كادت أن تنهار من العلماء من الناس من مدح الحجاج واعتبره من أعظم الشخصيات الإسلامية وهو الذي حفظ كيان الدولة الإسلامية ووحدها بعدما انقسمت إلى دول ودويلات وهناك من ذم الحجاج وقال الشعر في ظلمه بل وصل الحال بالبعض إلى أن كفر الحجاج وأخرجه عن دائرة الإسلام والحق أن الرجل مسلم بل وقدم خدمات جليلة لدولة الإسلام وله وعليه والذي عليه أكثر من الذي له بكثير فأردت من خلال هذه الحلقة انصافا للتاريخ أن نذكر سيرة الرجل بحسناته وبسيئاته وإليكم بعض أقوال سلفنا الصالح في الحجاج ابن يوسف الثقفي قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى تلميذ أنس ابن مالك قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى عن الحجاج ابن يوسف الثقفي مسكين أبو محمد إن يعذبه الله فبذنبه وإن يغفر له فهنيئا وإن يلقى الله بقلب سليم فهو خير منا الله على انصاف الله على انصاف التابعين الله على انصاف العلماء مسكين أبو محمد كنية الحجاج أبو محمد مسكين أبو محمد إن يعذبه الله فبذنبه وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا وإن يغفر له فهنيئا يبخته وإن يلقى الله بقلب سليم فهو خير منا قال عمر بن عبد العزيز لو تخابثت الأمم وجاءت كل أمة بأخبث خبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول لك الحجاج دا كان مصيبة ربنا ابتلى بها الأمة لو تخابثت كل الأمم وجاءت كل أمة بأخبث رجل فيها وجئنا بالحجاج لغلبناهم بل يوم أن مات الحجاج وعلم عمر بن عبد العزيز سجد شكرا لله كذا سجد الحسن البصري ساعة أن علم بموت الحجاج شكرا لله الإمام الذهبي الذهبي ميزان يزن الرجال الذهبي قال الإمام الذهبي في الحجاج ابن يوسف الثقافي كان ظلوما غشوما جبارا خبيثا سفاكا للدماء كلام دا كل يود في دهية كان ظلوما غشوما خبيثا سفاكا للدماء وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن شخصية عجيبة جمعت شرا كثيرا وخيرا غير قليل كان ظلوما غشوما جبارا خبيثا سفاكا للدماء ومع ذلك كان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن ثم قال الذهبي فنحن نسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان لأن سيدنا النبي قال فيما راه التبراني في الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله ولذلك قال الذهبي فنحن نسبه ولا نحبه ونبغضه في الله فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان شوفوا بقى الميزان قال وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه يعني سيئته أكتر بكتير وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله عز وجل وله توحيد في الجملة ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء لقاءنا مع الحجاج ابن يوسف الثقفي هو أبو محمد الحجاج ابن يوسف ابن الحكم ابن أبي عقيل الثقفي كنيته أبو محمد واسمه الحجاج وسمته أمه بالحجاج تيمنا حتى ينشأ وهو يحب كثرة العمرة وكثرة الحج حجاج يعني بيحج كتير أبو يوسف ابن الحكم كان معلما للصبيان بالطائف أبو كان محفظ للقرآن والحجاج نشأ محفظا للقرآن حجاج نشأ شيخ يحفظ الصبية القرآن أبوه يوسف ابن الحكم كان معلما للصبيان بالطائف وله أملاك بمكة وكان من سادات ثقيف وأشرافها وقد كانت ثقيف من أكبر القرى في الجزيرة العربية بل كانت تنافس مكة بدليل أن الكفار الذين أنكروا النبوة على النبي صلى الله عليه وسلم لكونه نشأ يتيما فقيرا قالوا وحكى القرآن كلامهم قالوا لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يقولون لم يجد الله إلا يتيم أبي طالب كان ينزل الوحي على رجل من القريتين عظيم مين يعني ينزله على أبي جهل المكي أو على عروة بن مسعود الثقفي ثقيف كانت تنافس مكة في الشرف وفي المكان أمه الفارعة اسمها الفارعة بنت همام ابن عروة ابن مسعود الثقفي سيدة نساء ثقيف وأكثر نساء ثقيف مالا وحليا وكانت قبل زواجها من والد الحجاج تحت المغير ابن شعبة رضي الله عنه أمه كان زوجها الأول الصحابي المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ذكر ابن كثير في القزء التاسع صفحة مية وطمنتاشر حكاية عجيبة جدا قال يروى أن المغيرة ابن شعبة دخل على الفارعة أم الحقاق دخل على الفارعة مرة في الصحر ساعة أن كانت زوجته دخل على الفارعة في الصحر فوجدها تتخلل بتسلك سنانها كده وقت الصحر قبل الفجر فبعث إليها بطلاقها خرج وطلقها فبعثت إليه تسأله عن السبب فقال إني دخلت عليك في وقت الصحر فوجدتك تتخللين فإن كنت بادرت إلى الطعام فأنت شرها وحدها يبقى بالفجر تاكل وبتاكل وحدها ولا تنتظر زوجها إن كنت بادرت إلى الطعام في وقت الصحر فأنت شرها وإن كنت بتي والطعام بين أسنانك فأنت قذرة فقالت كل ذلك لم يكن ولكني تخللت من شضايا السواك علقت بأسناني تخللت من شضايا السواك ووالله ما فرحنا إذ كنا ولا ندمنا إذ بنا يا سلام على البلاغة والفصاحة تقول له ما فرحتش أوي لما كنت مراتك بيك يعني وما زعلتش أوي عليك والله ما فرحنا إذ كنا ولا ندمنا إذ بنا ثم تزوجها بعده يوسف والد الحجاج فوالدت له داهية من دواه العرب وداهية من دواه القادة ولدت له الحجاج ابن يوسف الثقفي هذا أبوه وهذه أمه أما جده لأمه فهو الصحابي العظيم عروى بن مسعود الثقفي حجاج حفيد رجل من الصحابة الذين مدحهم رسول الله ورزقوا الشهادة أمه الفارعة بن تهمام ده جد الأولاني ابن عروى ابن مسعود الثقفي هذا الرجل العظيم الذي كان من أكبر سادات الطائف ومن أكبر سادات ثقيف جده عروى بن مسعود الثقفي عظيم الطائف كبير الطائف وأحد الشخصيات البارزة الكبيرة في جزيرة العرب وأحد الرجلين الذين قال عنهم العرب لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يقصدون أبا جهل أو عروى بن مسعود جد الحجاج أسلم أبوه أسلم جده عفوا عروى في العام التاسع من الهجرة وصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه ثم استأزن عروة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام يا رسول الله إن الله قذف في قلبي نور الإيمان إئذن لي أذهب إلى قومي إلى ثقيف أدعوهم إلى الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم قاتلوك وهذا من دلائل النبوة لأنهم قتلوه فعلا كما أخبر رسول الله قال يا عروة إنهم قاتلوك قال يا رسول الله لو وجدوني نائما ما أيقظوني أنت متعرفش ما كانت عندهم أنا راجل كبير الشأن عظيم المكانة يقتلوني إزاي هو حد يقرأ لو شفني نائم يوقزني والله لو وجدوني نائما ما أيقظوني فصار إليهم وأعلن إسلامه فيهم ودعاهم للإسلام فقتلوا وكادت الحرب أن تقوم في الطائف كلها لولا أن عروة وهو يموت قال تصدقت بدمي على من قتلني حقنا للدماء فوضعت الحرب أوزارها فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال مثل عروة كمثل صاحب ياسين دعاهم إلى الله فقتلوا سورة ياسين الرجل الذي دعا قومه للإسلام فقتلوا فلما رأى الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم شبه عروة جد الحجاج لأمه بصاحب ياسين يعني قطع له بالجنة وقطع له بالشهادة لأن صاحب ياسين في الجنة هذه أسرة الحجاج أبوه محفظ قرآن من سادات ثقيف أمه من سادات نساء ثقيف جده عروة بن مسعود الثقفي هذه الأسرة التي نشأ فيها الحجاج ولد الحجاج بقرية الكوثر قرية اسمها الكوثر وهي قرية من قرى الطائف ولد في عام احدى واربعين من الهجرة ورأى مئات الصحابة وعلى ذلك فإن الحجاج من التابعين من هو التابعي التابعي هو الذي رأى الصحابة وكان مسلما من هو الصحابي الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولم يرتد بعد موته الحجاج رأى مئات الصحابة ولد في عام احدى واربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا وقد كانت لهجة الطائف من افصح لهجات العرب يدل على ذلك ان عثمان رضي الله عنه ارسل بعضهم اليه بمصحف فوجد فيه خطأ فقال عثمان اظن ان الناقل لم يكن من اهل الطائف وانه لم يكتب تحت املاء عربي من بني هذيل كأن الطائف دي كانت بلد فيها ناس متعلمين كتير بيقروا يكتبوا وزمان كان القارئ الكاتب كحامل الدكتوراه الآن الجزيرة العربية يغلب عليها امية القراءة والكتابة هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم فكان القارئ الكاتب في العرب في هذا الزمان يعني كحامل الشهادات العليا في زماننا وكانت الطائف صاحبة لهجة فصيحة وبليغة من بين كل قرى العرب نشأ الحجاج في بلد فصيحة ابوه يقول الشعر يحفظ القرآن يقرأ ويكتب نشأ الحجاج في ظل هذه البيئة وبين هذه الاسرة ولذلك نشأ لغويا دقيقا فصيحا شاعرا حفظ القرآن منذ نعومة أظفاره بل عمل بتحفيظ القرآن وهو صغير في كنف أبيه بدأ حياته محفظا للقرآن وحفظ الكثير من أشعار العرب وكان يقرض الشعر قال ابن كثير رحمه الله رحل الحجاج من الطائف إلى مكة تعرفين بين الطائف ومكة مسافة يعني كم كيلو كده مسافة ليست بالبعيدة يعني بساعة بالسيارة تقطعها من الطائف إلى مكة الآن الحجاج ولد في الطائف فكان يرحل كثيرا إلى مكة قال ابن كثير رحل الحجاج إلى مكة وسمع التفسير من عبد الله بن عباس وسمع الحديث من عبد الله بن عباس ومن أنس بن مالك ومن أبي بردى الأشعار ومن أبي موسى الأشعار ومن غيرهم هذه نشأته أما أخلاقه فاسمع إلى ذكاء الحجاج وإلى دهاء الحجاج بنى الحجاج بابا وبنى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان بابا باب للمدينة بنى الحجاج وعبد الملك بابين فنزلت صاعقة من السماء فأحرقت باب عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين وبقي باب الحجاج كما هو فوقع حسد في قلب عبد الملك للحجاج ففطن الحجاج الداهية فبعث يكتب لعبد الملك إنما مثل أمير المؤمنين ومثلي كمثلي ابني آدم قرب 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 فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فصر عبد الملك لذلك الجواب وزال ما كان في نفسه من حسد على الحجاج قلوا ما تزعلش إن الباب بتاعت صعق من السماء اللعت فيه دا لو أنت زي ابني آدم اللي قدما قربانا كانت علامة قبول القربان أن تنزل نار من السماء وتأخذ ما قدمه الصالح وحضرتك يا ريس النار أحرقت بابك فكأن قربانك هذا تقبله الله منك ولم يتقبل مني فأنت أحسن وأفضل مني فسل الحسد من قلبي الأمير بكلمات ويا له من داهية وماكر كان يقاتل ابن الجارود فنتكلم عن قتاله قاتل ابن الأشعث وقاتل الخوارج وقاتل عبد الله بن الزبير يعني كان يقاتل ابن الجارود ومدى جيش الحجاج فعلا يهزم لدرجة أن ابن الجارود بعث برجل اسمه ابن مسمع ومعه رسالة للحجاج يقول سلم واستسلم ولك الأمان خلاص جيشه بيهزم وقائد الجيش المنتصر بعث لرسالة سلم ولك الأمان فلما قرأ الرسالة صرف الرسول ثم صرخ بأعلى صوته إنهم يطلبون مني الأمان عكس الآية يطلبون مني الأمان والله لن أؤمنهم أبدا فدبت الحماسة في روح الجنود وظنوا أنه قد وقع في الأمر أمر وأن شوكة العدو قد انكسرت فقاتلوا ببسالة وشجاعة عجيبة وانقلبت الهزيمة إلى نصر أي ثبات نفس وأي رباط جأش هذا من دهائه وهذا من ذكائه روى عبد الله بن ظبيان عبد الله بن ظبيان ده قاتل مصعب بن الزبير حفيد الصديق ابن أسماء أخو أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير كان واليا على العراق قاتله الحجاج فانتصر عليه وقطع رأسه وجاءه ابن ظبيان هذا قاتل مصعب برأس مصعب عبد الله بن ظبيان ده سفق لمأبأة الأتلة قال بيحكي هو يقول كنت واقفا بباب الحجاج فإذا هو قد خرج ووقف على الباب في ساعة القائلة وقت الظهر طريق فغاضي خارص فنظرته فإذا ليس إلا أنا وهو فوقع في نفسي أن أقتله حتى يستريح منه الناس فرصة بقى قال ففطن الحجاج فقال لي يا ابن ظبيان قلت نعم أيها الأمير قال هل رأيت يزيد ابن أبي مسلم ده الكاتب بتاع الحجاج ده اللي بيكتب القرارات ده زي المتحدث الإعلامي باسم الرئاسة قال له شفت أنت شفت يا زيد ابن أبي مسلم كاتبي قال لا يا أمير أصلحك الله ولما قال اذهب إليه فإن عهدك على الري معه أنا مطلع قرار والورق معاه بإن هوليك تبقى محافظ على بلد كذا والي من قبلي على بلد كذا ابحث عنه فإن كتابي بولايتك على مكاني كذا معه قال فذهبت أبحث عن يزيد ابن أبي مسلم وكففت عنه فلما وجدته قلت أين كتاب الحجاج بولايتي على بلد كذا قال لا يوجد أي كتاب بولايتك قال ففطنت أنما قال ففطنت إلى أن الحجاج ما قال ذلك إلا حذرا مني وإلا ليتقي شري وغضبي يا سلام على الذكاء لمح في عن الشر والفرصة مواتية وخلاص هيموت بكلمتين صرفوا بمنتهى الذكاء أطمعه وهو يعلم أنه طمع فلما ذهب لم يجد شيئا وهذا أيضا من ذكائه ومن مكره ومن دهائه حكى لي بعض مشايخي من علماء الأزهر كان بيدرسنا خطابة حكى لي موقف عجيب حقيقة أنا لم أقع عليه في كتاب لكن العهدى على من قاله لي من مشايخي قال من دهاء الحجاج أنه صعد مرة على المنبر فشرع في الخطبة إن الحمد لله نحمده وبدأ يخطب وإذ به ينتقد وضوءه وضوء تنقد لم يكن في الماضي في المساجد ميضات يتوضأ الناس فيها بل الرجل يتوضأ في بيته ويأتي للمسجد للصلاة فقط ما كانش فيه كلام ده لم يكن في الماضي هناك دورات مياه في المساجد ومن السنة أن الذي يصلي الجمعة بالناس خطيب الجمعة ولو ختم الحجاج الخطبة وحبس الناس في المسجد حتى يرجع إلى بيته ويتوضأ ثم يرجع إلى المسجد لسخر الناس منه واستهزأوا به ولأصبحت الحكاية يعني يضرب بها الطبل هيعمل إيه؟ اتفضح هيعمل إيه؟ انتقد وضوءه على المنبر ماذا يفعل؟ حمد الله وأثنى علي وإذ بوضوءه ينتقد شوف المقر والذكاء قال أما بعد أيها الناس لقد أخبرني أحدكم أنكم لا تحسنون الوضوء ولذلك سأعلمكم في هذه الخطبة كيف كان يتوضأ رسول الله أيها الخادم ائتني بالطسط وبالماء واصبب علي حتى أعلمهم كيف كان يتوضأ رسول الله فسكب الماء علي على المنبر وأخذ يتوضأ ورفع الحرج على نفسه وعلم الناس علما بطريقة عملية على المنبر وخرج من هذه المصيبة أي ذكاء وأي ذهاء لما بعثه عبد الملك واليا على الكوفة وهناك شقاق وكلما جاء واليا ضربوه وخرجوا عليه وقتلوه ودماء قالوا لهم لهم شغل الحجاج لن يضبطهم إلا سيف الحجاج اذهب واليا إلى الكوفة فدخل فبدأ بالمسجد ودخل وقد تلثم بلثام المسجد ما الآن ثم صعد على المنبر وعليه عمامة من خز حمراء لبس عم حمراء لون الدم ومتلثم ثم جلس على المنبر وقد تقلد السيف سيفه في جنبه وتنكب القوس لبس الزي العسكري ومع السلح بتاعه وجلس على المنبر فسكت سكتة طويلة حتى أهمهم بها وأحبوا أن يسمعوا كلامه حتى قال أحدهم لعن الله هذا ولعن من أرسله أرسلوا إلينا غلاما عييا لا يستطيع أن يتكلم بكلمة قاتله الله ما أغباه وبينما هم في هذا اللغط إذ به ينهض ويحسر اللثام عن وجهه ويصرخ بأعلى صوته أنا ابن جلا وطلع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني يا أهل الكوفة إني لأرى رؤوسا قد أينعت وقد حان قطافها وإني لصاحبها وإني لأنظر إلى الدماء بين العمائم واللحا وأخذ يقول كلمات فصيحة قوية مزلزلة خلعت قلوبهم وسكت الجميع وخنس الجميع حجكا مصيبة أستاذي لي كان بيعلمني الخطابة إداني درس من الموقف ده قال لي يا ابني لما تطلع المنبر تخطب الجمعة مش بمجرد ما المؤذن يخلص الأزان تفط وتمسك الميكروفون إن الحمد لله اسكت سكتة لطيفة حتى يلتفت إليك الناس ينتبه الغافل يتيقذ النائمة هو ما تكلمش ليه اسبر نصف دقيقة كده فإذا انتبه الكل واشرأبت إليك الأعناق وصوبت إليك الأنظار ابدأ الخطبة على بركة الله فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعود على بدء أحبة في الله ما زال الحديث بنا موصولا عن القائد الداهية الذي اختلف فيه الناس اختلافا كثيرا فبين مادح وذام له بين من يعتبره من أعظم الشخصيات التي حافظت على دولة الإسلام بعدما انهارت وانقسمت إلى دول ودويلات وآخرون ينظرون إليه باعتباره من أكابر المجرمين ومن أخبث الخبثاء تكلمت عن أخلاقه فتكلمت عن شيء من ذكائه ومكره ودهائه أما تدينه فقد كان حافظ لكتاب الله عز وجل يختم القرآن في كل ليلة هذا رجل عجيب مع هذه الشدة وهذه القسوة مع السيف المنغمس غالبا في الدماء كان حافظا لكتاب الله وكان يخطب القرآن في كل ليلة بل قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه ما حسدت عدو الله حسدي إياه على حبه للقرآن وإعطائه لأهله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الراشد يشهد للحجاج بأنه كان يحب القرآن ويحب أهل القرآن ويخدم القرآن سمع الحجاج بعض الناس يلحنون في القرآن يعني بيقرؤوا غلط لا يقرؤون القرآن بأحكامه الته يعملوها به الباء يعملوها ثاء لم يكن منذ عهد النبوة إلى هذا الزمان في المصاحف نقاط على الكلمات سمع الحجاج بعض الناس يلحنون في القرآن فأمر العالم أمر أبا الأسود الدؤالي أن يعمل على تشكيل المصحف وأن يضع النقاط على الحروف ولم يكن المصحف على ذلك قبل ذلك ولعل هذا العمل من أعظم الأعمال الصالحة التي قدمها الحجاج في حياته وكان خطيبا فصيحا كم من مرة خطب فيها الحجاج فبكى وأبكى الحجاج يعرف البكاء يعرف الرقة يعرف الخشوع كم من مرة خطب فيها الحجاج فبكى وأبكى بل قال سيد الواعظين في زمانه الحسن البصري قال لقد وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج قل أنا مرة سمعت كلمة للحجاج هزت قلبي أجرت الدمع من عيني قال إن امرأة أتت عليه ساعة من عمره لم يذكر فيها ذنبه ويستغفر ربه ويفكر في معاده لجدير به أن يطول حزنه وأن يتضاعف أسفه هذا من كلام الحجاج الذي تأثر به الحسن البصري واهتز له قلبه وضرف الدمع من عينه وكان الحجاج لا يشرب الخمر أبدا أبدا ما شرب الخمر أبدا ما عرف عنه أنه زنى أبدا ما عرف عنه أنه سرق درهما من أموال الأمة أبدا حاجة عجيبة ذكر ابن كثير أن الخليفة عبد الملك ابن مروان أو الوليد ابن عبد الملك قدم للحجاج نبيذا ليشرب معه فأبى الحجاج عليه أشد الإباء فلما سأله عن السبب قال إني أنهى أهل عملي أن يشربوا هذا وإني لا أخالف بعملي قولي ولا أخالف قول العبد الصالح وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهِ هذا من تدينه وكان لا يأنف على شدته وجبروته كان لا يأنف من سماع النصيحة صلى مرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير فوقف بجوار سعيد بن المسيب هذا من أكبر علماء المدينة فصرق الحجاج الصلاة يعني كان يمكرها كمقر الديك للحبة لا يطمئنه لا في رقوع ولا في سجود شأنه شأن الكثيرين الآن يجي صلي الله أكبر أعوز وإنه الله سمع الله الله يعمل دين فرصة ركع أو أسكت هل هذه الصلاة أين الإطمئنان فسعيد بن المسيب بعد الصلاة أمسك به وهو غلام صغير الحجاج وقال يا هذا أتسرك في الصلاة تنقرها لا تطمئن فيها لقد هممت أن أضرب بهذا النعل وجهك ثم علمه الصلاة بعد سنين ولي الحجاج الحجاز كلها بآمير الحجاز كلها ودخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد عبد الله بن الزبير على يده دخل الحجاج مسجد النبي وإذ به يرى سعيد ابن المسيب الذي وبخه من سنين وزجره من سنين وغلظ له من سنين وهذا الحجاج فجلس أمامه في حلقته وقال جزاك الله من معلم ومؤدب عني خيرا تذكر يوم أن زجرتني ووبختني ساعة أن رأيتني أخطأت في الصلاة والله ما صليت بعدها صلاة إلا وأنا أذكر قولك فجزاك الله عني خير الجزاء هذا عجيب جدا لو أقول هذا جمع الضاط في نفسه أراد مؤدبا لولده قالوا يا أمير عندنا مؤدب عالم نصراني وعندنا مؤدب مسلم لكنه أقل علما قال ادفعوا أولادي للمعلم المسلم قالوا ولم قالوا وحبوا أن يكون الذي يعلم أولادي ينبههم للصلاة ويعلمهم معالم الإسلام وشرائعة وشعائرة عايز اللي بيعلم ابني بمسلم أما يجي وقت الصلاة وللصلاة أما يجد بيفعل شيء هو حرام في الشرع يزجره وينهى يأخذ منه السمت يأخذ منه الأدب يأخذ منه الخلق قال للمعلم الذي يعلم أولاده يا فلان ابدأ بتعليم أبناء السباحة قبل القراءة والكتابة فيهود المؤدب أول حاجة تعلمها لعيالي السباحة وبعدها الإراءة والكتابة قال ولما أصلح الله الأمير قال يجدون من يكتب عنهم ويقرأ لهم لكنهم لا يجدون أبدا من يسبح عنهم لو وحد منهم غرئ ما حدش هيعمله هيموت لكن ممكن حد يقراله وحد يكتب له فالسباحة عندي أهم وعمر رضي الله عنه كان يقول وبعض الناس ينسبون هذا للنبي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر رضي الله عنه يقول علموا أولادكم السباحة رقم واحد والرماية وركوب الخير كرمه كان الحجاج كريما جدا ما وضع أمامه طعام قط إلا وطلب من يشاركه فيه يكونش الوحده خالص حط الأكل قدامه لازم شوفوا لي حد يأكل معايا شوفوا لي ضيف ابحثوا عن أحد يأكل معي وكان يقول البخل على الطعام أقبح من البرص على الجسد عوثوا بالله أبخل الناس من يبخل بالطعام يعني ممكن واحد يوقفك يقولك لله تقوله على الله تمر دي لكن واحد يخبط على باب بيتك ويقولك لغيف عشو شوية ملح فتغلق في وجه الباب هذا لا يفوته أحد أبخل الناس من يبخل بالطعام جد بالموجود بعد تقولك شربت ماء كباية شاي وبيتك تقوله آسف وتقفل الباب أبخل الناس من يبخل بالطعام والحجاج يقول البخل بالطعام أقبح من البرص على الجسد ستين أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز كانت تقول أف للبخيل لو كان البخل قميصا ما لبسته ولو كان البخل طريقا ما سلكته وأدوأ داء كما قال النبي الكريم البخل أسوأ مرض أخلاقي البخل أدوأ داء هو البخل ولذلك أنا قلت كثيرا لا تزوج البنات من البخلاء من أسباب الطلاق والله هو مقسم بالله ومن أسباب الشقاق في البيوت بخل الزوج أو بخل الزوجة أعوذ بالله أف للبخيل لو كان البخل طريقا ما سلكته لو كان البخل قميصا ما لبسته الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه يقول طرفة والعدبة عليه أن رجلا بخيلا كان يربط لأبنائه قطعة جبن في صقف الحجرة وكلما حان وقت الطعام يعطي لكل واحد كسرة خبز ويقول له انظر إلى قطعة الجبن وغمس في الهواء يعني بيأكل جبن عن ريحة أنا أسمع أن فيه حاجة اسمها أهوة عن ريحة لا ده عنده إيه جبن عن ريحة صافر البخيل فأغلق الباب على قطعة الجبن ولما عاد بعد جمعة أو بعد جمعتين قال كيف كنتم تفعلون في غيبة أبيكم ماذا كنتم تأكلون قالوا من نفس الطعام يا أبي قال كيف ذلك وقد أغلقت على قطعة الجبن قالوا كنا ننظر من ثقب الباب إلى قطعة الجبن ونغمس في الهواء اليولد الذين هو أنتم ما بتاكلوش حاف أبداً أعوذ بالله أعوذ بالله البخل بالطعام أقبح من البرص على الجسد والله يا إخوة والله حصل جاءتني امرأة تشتكي تقول لي يا شيخ والله زوجي يقيس زجاجة الزيت بالسنتيمتر ولا بص الزيت في الإزازة 15 سنتيمتر لو جتني يوم لأوم 10 سنتيمتر البت يولع معقول في ناس عيشة بنا بهذه الأخلاق أعوذ بالله أعوذ بالله من عبيد الدرهم والدينار أعوذ بالله ممن تربعت الدنيا في قلوبهم أعوذ بالله الحجاج كان كريما من أخلاقه العفو والحلم تقول لي ده الحجاج أتالي الأوتلا ده اللي استمح المدينة وقتل بعض الصحابة وقتل أبناء الصحابة ورمى الكعبة بالمنجنيق بكتل النار والحجارة وصلب حفيدة الصديق عند الكعبة أتالي الأوتلا ده كان بيعفو أيه كان يعفو أحيانا ويحلم أحيانا فمن عفو أنه أتال مرة في الخطبة وعبد الله بن عمر في المسجد والحجاج يطيل في الكلام وذلك بعد استشهاد بن الزبير فصاح عبد الله بن عمر الصلاة 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 وأقام الصلاة والحجاج على المنبر فتغيض الحجاج وكظم غيظة ونزل من على المنبر وصل بالناس وبعد الصلاة قال يا ابن عمر ما دفعك لفعل ما فعلت قال يا هذا ده عبد الله بن عمر بقى أسد ابن أسد قال يا هذا إنما نجيء للصلاة فصل بنا الصلاة لوقتها ثم تفتق ما شئت بعده أعبقى تقعر وتفاصح ودش وارغي بعد كده السنة إن خطيم الجمعة لا يطيل في الخطبة يقصر في الخطبة ويطيل في الصلاة لما يرزع لك خطبة جمعة ساعة ونصف مش كده شهوة الكلام دي مش من السنة اعمل درس بعد الخطبة يعني خطبة الجمعة بالصلاة ساعة لعشرة ساعة بالصلاة ده حلو جدا إنما تقعد الناس في الشمس أو في البرد أو في المطر أو أعدى فوق بعضها أو ده مريد عنده السكر أو ده عنده حصر بول مش كده ليس هذا من هدي النبي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الكلام ما قل وجل ودل والنبي أوتي جوامع الكلم يجمع المعاني الكثيرة في جمل موجزة قصيرة يعني كثرة الكلام في أي موضوع في أي خطاب ليس من الفصاحة وليس من الأمر الحسن وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا بساعة تتكلم ساعة ونصف خطبة الجمعة هفتكر آخر الكلام وهنسى أول الكلام لا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومن عفوه أنه دخل عليه رجل اسمه سليك ابن سلكة فقال وده موقف أعجبني وأدهشني واحد اسم سليك دخل على الحجاج الجبار فقال أصلح الله الأمير أعرني سمعك واغضض عني بصرك واكفف عني حزبك فإن سمعت خطأا أو زللا فدونك العقوبة أرجوك يا أمير أرجو حضرتك اسمعني الأول لو أنا اتكلمت غلط عقبني قال قل قال عصى عاص من عرض العشيرة فحلق على اسمي وهدمت داري وحرمت عطائي فما ذنبي واحد من علتي عمل غلطة منعت عني المرتب المعاش وهدت لي بيتي أنا ذنبي إيه فقال الحجاج هيهات أما سمعت الشاعر يقول جانيك من يجني عليك وإنما تعد الصحاح مبارك الجرب ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الزنبي يعني السياء عندي بتعم أنت ما سمعتش الشاعر بيقول إيه ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الزنبي فقال الرجل أصلح الله الأمير إني سمعت الله عز وجل يقول غير هذا الكلام فتنبه الحجاج وقال وكان يعظم القرآن وماذا يقول الله عز وجل قال يقول يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فسكت الحجاج وقال صدق الله وكذب الشاعر صدق الله وكذب الشاعر صدق الله وكذب الشاعر ثم أمر الكاتب أن يرد على الرجل عطاءه وأن يبني للرجل داره وأن يفك له عن اسمه وأن يبعث منادي ينادي صدق الله وكذب الشاعر كان وقافا عند القرآن أحيانا أحد الإخوة كان يعذب على يد أمن الدولة كان يقول لي كان بعضهم يعذبه ويقول له إذا التقيت في الآخرة بفرعون فكله لقد طرقت من ورائك رجالا أعوذ بالله في الاسل لو قرأت على الطورا والإنجيل والقرآن لا تتحرك فيهم شعرة من الذي يتأثر بالقرآن من فيه بقية خير ولذلك مريم عليها السلام قالت لجبريل وهي لا تعرفه لما ظهر لها قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية إنه لو مشتقي لو لم يكن فيه خير مهما تعوذت فلن ينفع تعوذها معه طيب اتصال سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته صد دلي سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك الحمد لله إزاك الله خير وإزاك والله يا شيخنا عايزة حضرتك تقول لي كده وتقول لي على دعاء لفكة القرب لإن والله القرب اللي إحنا فيه ده هو تمأثر علينا نفسيا حتى الواحد والله مالوش نفس من هو يعني يعني الدراسة حتى دخل علينا محاسين لها بطعم طيب ولا لأي حاجة والثانية عايز أقلك في حاجة أنا دلوقت إحنا دلوقت مضغوطين مضغوطين بالنسبة للمصاريف كده فهلا لو أنا أجلت دروس عيالي شوية هم طبعا عمالين جعلين أو الموضوع دوت لأنهم يقولوا ما بنفهمش حاجة ومش عارف فراح والمدرسين ما بقاش عندهم ضمير بيبدأوا أول ما الأجاذب تبدأ مفيش راحة وإحنا يعني ما شو الله يعني اللي معاي المهاردة بيقول معاي عيال إحنا معنا عيال فيعني حضرتك اللي تتكلم المدرسين عندهم ضمير ويحمد ويقوم شوية الله يبرك لك ويعني ولو إحنا أجلنا بيقلبون عيالنا يعني ويش عندهم برضو مراعاة للحتة فالله يبرك لك كلف مبادئ حضرتك الله خير باركة فيك أما دعاة فيل الكرب هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بل أحاديث أشهرها اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وغمومنا يعني وأما المدرسين أنا كالليا حلقة بالنمج رسالة أخت الكريمة اسمها رسالة إلى أخي المدرس رسالة إلى أخي المدرس تكلمت فيها عن هذه الأمور وقلت إن المدرس إذا بزل في الحصة بما يرضي الله عز وجل ثم دعا الأولاد لدخول درس عنده بلا مغالاة ولا استغلال ولا تهديد بأعمال السنة أو بالضرب وترفق بهم فماله حلال أما إذا هدد من أول الحصة من لم يدخل عندي سأعيب أصائق اللي مش هيخش عندها سقطه أو لا إذا هنا بيأكل حرام فليتق الله ربه أنا بس يا إخواني عايز عشرة دقائق وناخد اتصالات زي ما أنتم عايزين بارك الله فيكم طب اتصالين سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وفيك بارك وجداكم الله خيرا وتقبل الله نعمكم يا رب أنا عندي نموذة من النبلاء بس امرأة أقوله لا لأن كده هنطلع برد الحلقة لو عندي سؤال تفضلي لا النبلاء بردو يا أخت انت هتعمل لك درس لوحدك لو عندي سؤال تفضلي بيه بارك الله فيك السلام مش عايزين الأسئلة خارج الموضوع السلام عليكم ورحمة الله اكثر فلا وكاد اتفضل اهلا وسهلا والله يشهد الله أني يحبك في الله الله يحبك ويكرمك وربنا يجمعنا احنا أجمعنا نسمينا في الدرس الأعلى في الجنة يا رب يا رب يا رب وطبعا برمجة كلها غرامة طيبة ولكن يعني عاوزك تشد على الشباب اللي هو بيصور وخدت لك وراء أي شاعة وراء أي كلام اه وهذا لا يسمن هو لا يغني من جوع الشباب اللي هو خدت لك بصرح حرب ربنا يهديه يعني ان هما خدت لك كدو دي بيخربوا على نفسهم ويخربوا على اللي حواليهم ونطل عز وجل ان ربنا صحات على يعدي الأزمة دي على خير يا رب وبالله عليك ما تنتنس من فرحة دعاء يا شيء ربنا يرضى عنك أنا بقول للشباب لا يكن أحدكم إمعا أيها الشباب لا يستخدمكم مجرم كحطب لمصالحه أيها الناس نحن أمة التثبت من الأخبار يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الدماء في الإسلام لها حرمة الأموال لها حرمة الأعراض لها حرمة أكثر من 25 حالة اقتصاب صوار يقتصبون النساء قتل وجرح واقتحام لأقسم شرطة ولمحاكم متى سميت البلطجة متى سميت الأعمال الإجرامية تظاهر سلمية أسأل الله أن يحقن دماءنا وأن يخرج بلدنا من هذه الفتنة سابتة متوحدة رابطة الجأش وأن يفضح كل متآمر خبيث أنا أستأنف بس عشرة دقائق وخذوا تصلاة زي ما أنت عايزين من عفو الحجاج يعني عمله الله بما يستحق أنه خرج مرة وهو بالمدينة للصيد هذا موقف طريف جدا خرج وهو بالمدينة للصيد وحده فالتقى برجل من الأعراب فقال الحجاج للأعراب ما رأيك في الحجاج أمير الحجاز قال أفن له الله يخرب بهته أفن له غشوم ظلوم سفاك للدماء مجرم من أكابر المجرمين لا حياه الله وهو لا يعرفه قال الحجاج فلو شكوتموه إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان قال لعنه الله إنه أظلم وأغشم وبينما هم على ذلك إذ أقبلت الخيل وأحاطت بالحجاج وقال قائد الخيل بما تأمر أيها الأمير فعلم الرجل أنه كان يتكلم مع الحجاج ينهر بيض فأسكت في يده رأسه أطير حالا ثم قال أيها الأمير أصلحك الله اعلم أني أجن في كل شهر ثلاث مرات وهذا اليوم هو أشدها علي في الصرع والجنون فضحك الحجاج وعفى عنه كان يعفو أحيانا أتي برجلين من أصحاب ابن الأشعث ابن الأشعث كان عامل ثورة وقتل وحارب وحاربه الحجاج أكثر من مرة أتي الحجاج بأسيرين من رجال ابن الأشعث فأمر بضرب أعناقهما فقال أحدهما أيها الأمير حنانيك إن لي عليك يدا قال الحجاج وما هي قال سمعت ابن الأشعث يسب أمك فرددت علي ودافعت عنها قال ومن يشهد لك قال صاحبي هذا قال وتشهد أنه فعل قال أشهد أيها الأمير قال ولماذا لم تفعل أنت كما فعل صاحبك أنت أيها الشاهد لما عملت زي الراجل ده ولماذا لم تفعل كفعل صاحبك قال لي بغضي لك أنا بكراهد قال الحجاج أطلقوا صراحهما أطلقوا صراحة الأول لفعله وأطلقوا صراحة الثاني لصدقه وشجاعته كان بيعفو أحياناً جلس الحجاج مرة مع يحياء ابن يعمر فأنكر الحجاج أن يكون الحسين رضي الله عنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما هو ابن ابنته هو من ذرية علي وليس من ذرية رسول الله فقال العالم الشجاع كذبت يا حجاج كذبت بل هو من ذرية رسول الله قال لا تأتينني ببينة أو لأضربن عنقك قال هذا في القرآن ألم تقرأ في سورة الأنعام قول ربنا عن إبراهيم عليه السلام وعن ذريته هو هبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين فعيسى من ذرية إبراهيم مع أنه لينسب لرجل إنما ينسب لمريم فقد ولد عيسى بمعجزة من أم بلا أب ومع ذلك مع كونه ينسب لمريم جعله الله من ذرية إبراهيم فكذلك الحسين ابن فاطمة بنت النبي ومن ذريته فسكت الحجاج وقال صدقت صدقت أمر مرة بقتل رجل فقال الرجل أسألك بالذي أنت غدا بين يدي أذل مني موقفا بين يديك إلا عفوت عني بحقاك افتكر يوم الإيامة يوم ما تقف بين يديه الله عاريا ضعيفا بلا حسب بلا عشيرة بلا مال بلا جند ذليلا أسألك بالذي أنت بين يديه غدا أذل مني موقفا بين يديك الآن إلا أن عفوت عني قال عفوت عنك ذكره ابن كثير من الطرائف أنه التقى بشاب فقال ادعو الله لي إيه البقى أنت أتلقت لو عايزه يدعي لك ادعو الله لي فقال الشاب بيض الله وجهك وأعلى الله كعبك فضحك الحقاك وقال لرجاله تدرون إنه يدعو علي قالوا إنما يدعو لك يا أمير يقول بيض الله وجهك وأعلى كعبك يعني رفع مقامك قال بل يدعو علي بيض الله وجهي يعني يدعو علي بالعمة وبيضت عيناه من الحزن سيدني أقوب يعني اتعامة بيض الله وجهي يعني يدعو علي بالعمة ورفع كعبي يعني على خشبة الصلب أليس كذلك أيها الشاب قال نعم قال أطلق صراحة أعجب بفصاحته بذكائه لا مواقف عجيب جدا في العاف حسن البصري علم أن الحجاج بن يوسف بنى قصرا عظيما بواسط وبعث للعلماء والفقهاء حتى يشاهدوه ويدعو كل شيخ له بالبركة فعلم الحسن بذلك فذهب إلى هناك وقال أيها الناس لقد نظرنا فيما ابتنى أخبث الأخبثين فوجدنا أن فرعون شيد أعظم مما شيد وبنى أعظم مما بنى ثم أهلك الله فرعون وأتى على ما بنى وشيد ليت الحجاج يعلموا أن أهل السماء قد مقتوه وأن أهل الأرض قد غروه فقال أحدهم لحسن البصري ارحم نفسك يا أبا سعيد حسبك ودت نفسك في داهيك فياك كده قال اسكت فإن الله أخذ على أهل العلم ليبيننه للناس وليكتمونه ثم انصرف فعلم الحجاج بذلك فامتلأ حنقا وغضبا على الحسن وقال عبد من عبيد البصرة يقول فيا ما شاء ثم لا يضرب أحدكم عنقه والله لا أسقينكم من دمه ثم أمر بالنطع الجلد اللي بنفذ لحكم الإعدام وبالسيف وبالجلاد وبعث رجلا من الحرس يأتي بالحسن فلما دخل الحسن وقعت عليه عين الناس فأشفقوا عليه وإذ به يتمتم يحرق شفتيه بكلام غير مسموع عند الدخول فلما رآه الحجاج تغير حاله وقال مرحبا يا أبا سعيد والله لا تجلس إلا بجواري يا أبا سعيد فجلس بجواره وأخذ الحجاج يسأله والحسن أبو سعيد يفتيه بعلم وثبات فقال الحجاج أيها الخادم ائتني بالغالية زجاكت الطيب الخصوص بتاعة الريس فأخذ يضع يده فيها ويطيب لحية الحسن يضع يده فيها ويطيب لحية الحسن ويقول أنت سيد العلماء فلما انصرف الحسن قال الحارس الذي جاء به والله لقد بعث إليك يا إمام لغير الذي رأيته منه بعث إليك ليقتلك وقد رأيتك تحرك شفتيك عند الدخول فماذا كنت تقول قال كنت أقول اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي اجعل غضب الحجاج علي بردا وسلاما كنار إبراهيم الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء أتهزأ بالدعاء وتزدريه وأنت لا تدري ما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء ومن عفوه أيضا أنه جلس يوما مع العلماء والحسن البصري جالس فوقع الحجاج في سيدنا علي رضي الله عنه فوافقه بعض العلماء خوفا من سيفه ومن بطشه والحسن جالس يعض على أصابعه عمال يستخف في سيدنا علي وما حدش عارف يرد عليه يعض الحسن على أصابعه فالتفت الحجاج إليه وقال وأنت يا أبا سعيد ما رأيك في أبي طراب قال الحسن البطل سمعت الله يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبي وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وعلي ممن هدى الله من أهل الإيمان ابن عم رسول الله وختنه على ابنته يعني جز بنته ابن عم رسول الله وختنه على ابنته وأحب الناس إليه وصاحب سوابق مباركة سبقت له من الله ولن تستطيع أنت ولا أحد أن يحضرها علي أو يحول بينه وبينها فكذا الحسن فق القنبلة ثم قال وإن كان لعلي هنات فالله حسيبه والله ما أجد يا حجاج أعدل من هذا الكلام في علي رضي الله عنه فتغير وجه الحجاج ثم قام من مجلسه ودخل إلى بيته وانصرف الناس ولم يبطش بالحسن هذا أيضا من عفوه إخواني لو عايزين يدخلوا الاتصالات يتفضلوا أما من أمانته فيذكر أهل العلم أنه عندما مات الحجاج عندما مات لم يترك من حطام الدنيا إلا ثلاثمائة درهم واحد كان بيحكم تقريبا نصف الخلافة الأموية سلطنة مبسوطة على الحجاج كلها سلطنة مبسوطة على العراق كلها يحكم تقريبا هو الرجل الثاني في الدولة يحكم نصف الخلافة الأموية لما مات سبقا ثلاثمائة درهم ومصحفا ومائة درع موقوفا لله تعالى في سبيل الله عز وجل وهو الذي كان يحكم نصف بلاد الخلافة علم أن سهره مالك ابن أسماء مد يده على بعض أموال الدولة فحبسه وكان يسقيه في السجن وهو يعذبه الماء الممزوج بالملح والرماد حاجاج ما كانش عنده أنا ضيش نخلي أريب المدام وزير نخلي ابن عم المدام محافظ ده يخد المشروع بخمسة مليا ما عندهش كلام ده صهره حط ييده على بعض أموال الدولة رمى في السجن وكان يعذبه بنفسه ويسقيه الماء الممزوج بالملح والرماد هذا من أمانته معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم إني أحبك في الله والله الله يحبك ويكرمك اتفضل ازاي أخبارك بخير والحمد لله والله أنا بتعاوز السلام على حضرتك بس الله يرضى عنك ويبارك فيك ويسلمك من كل شبه وعندنا مشكلة والله يعني مشكلة متعة نعم عندنا مشكلة في البلد طيب خد تليفوني دلوقتي من الكنترول وبعد الحلقة إن شاء الله كلمني ويعني عسى أن يجري الله عز وجل الخير ربنا يرضى عنك أم آية السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا الحمد لله والد حديث شيخ موسعد عايزين أعرف بس ما معنى كلمة ومملكة أيمانكم حاضر لأنها حديث شيخ أخ تلع في الفضائيات ودمر الدين خالص حرفه خالص هذا رجل مخبول أنا شفت هذا الرجل رجل مخبول شيعي مكانه الصلاة الصفرة لأن حضرك يعني لو عقول فعلا تهيئت لهذه الكلام اللي هو قاله فعلا ضيح دين فعلا اسمع الجواب بارك الله فيك جزا جزا الإسلام جاء فوجد مشكلات كثيرة في الدنيا وجد الرجل مثلا يتزوج عشر أو عشرين امرأة فقال أربعة فقط كل رجل يتزوج أكثر من أربعة يطلق ما زاد عنهن ويحبس أربعة وبشروط وقيود لا يصلح لها معظم الرجال إسلام إسلام ما جاش بالتعدد أدي واحد جاء الإسلام فوجد عبيد عند النصارى عند اليهود عند الفرس عند الروم في الصين في الهن في كل الدنيا فعالج المشكلة إماء وعبيد فعالج المشكلة رقم واحد أمرنا الله في قرآنه بالعمل على عتق العبيد فقال فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فق رقبة إلا عايز يتجاوز الصراط ويمر على سلام من أعظم الأعمال التي تعينه على هذا فق الرقاب هذه واحد واحد قال لمرته أنت عليك ظهر أم يبقى كفارة أولها عتق رقبة واحد جامع مرته في نهار رمضان يبقى كفارة أولها عتق رقبة واحد قتل واحد قتل خطأ يبقى عتق رقبة واحد حلف يمين ووجد الخير في تركه يبقى عليه كفارة عتق رقبة النتيجة إيه ما عادش في عبيد خلاص الإسلام هو الذي أعتق العبيد والإماء لكن كان في ملك يمين في كل الأمم طبعا في العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى يقولون أن داود عليه السلام كان عنده ألف من تلتمية وسبعمية من السلاري والإماء سليمان مئة زوج هذا يؤمن به اليهود والنصارى إذن موضوع الإماء هذا ليس من اختراعنا بل جاء الإسلام ليحل المشكلة هل يوجد الآن إماء لا لا يوجد إماء انتهى لكن ساعة ما كان في الدنيا إماء أباح الله عز وجل للرجل أن يتزوج ولا يزيد عن أربع زوجات وله كذلك أن ينكح المرأة بملك اليمين فقال جل جلاله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين واحد عنده عبيد وعنده إماء كيف يتعامل معهم واحد يتأدب في النداء قال رسول الله لا تقل عبدي وأمتي بل قل فتايا وفتاة هذه واحدة اثنين تطعمها مما تأكل من وتطعمه مما تأكل من وتكسوهم مما تكتسي من هلبس الأمى زي بناتي وزي زوجتي هلبس الخدام العبد إنه شريب فلوسي زي من بلبس ثلاث لا أحمله فوق ما يطيق وإن فعلت واجب علي أن أعينه طب واحد واحد عنده إماء تأكل من نفس طعام أهله وتلبس نفس السياب وتعامل معاملة كريمة ولا تحمل فوق الطاقة أبدا ماذا بقي لها كامرأة أن تتزوج له أن يحررها ويتزوجها وهذا أفضل حل وكم فعل الصحابة هذا واحد يقول لك لا مش عايز أتجوز هيطلع عيالي من أمى مش عارف أصلها ولا فصلها فين أنا عايز بوحدة حسيبة نسيبة خلاص من يرضى بالأمى عبد إذا الأمى اتجوزت عبد كل عيالهم عبيد ده حل وله سيدها أن يأتيها بملك اليمين هذا أحله الإسلام وهذا كان موجود في كل بلاد الدنيا وفي عند كل الأمم والإسلام لم يبتدع هذا بل قضى على هذا والنتيجة الآن ليس عندنا إماء رجل مخبول له بل بريالة ده لطلع يقول لك الأمى ونعمل عقد بالأمى ونعمل قانون الأمى هذا متخلف لا يوجد في مصر عبيد كل بناتنا أحرار الأمى دي وحدة عبدة وحدة متباعة في سوء العبيد يقول لك أنا متجوز مراطب عقد ملك يمين الله العظيم ده مكانه الصراء الصفرة مكانه محاكمة يا بنتي هذا الكلام الذي تسمعونه من هذا المخبول كلام فارغ وليس من الدين في شيء اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله ازاي حضرتك يا فضل في الشيخ الحمد لله والله احنا بنسعد لما بنشوف حضرتك على الشاشة ربنا يرضى عنك يا رب عايزة من حضرتك نصيحة معي بنتي ست سنين وبحفظها الكرآن عفوا عايزة سؤال تاني بس كل يعني كل آية بتسألني عن معناها فعايزة كتاب تفسير عشان أعرفها معنا الآيات ايه وأعرف معاها طيب وأرجو من حضرتك الدعاء أنك يبارك فيك نعم السلام بارك الله فيك في أختي بعض المصاحف بعض المصاحف في المكتبات بيكون المصحف مكتوب على هامشة بعض معاني الكلمات فحضرتك روح لأي مكتبة أنا عايزة مصحف وفيه على الهامش تفسير بعض الكلمات أنا لا يحضرني الآن يعني أسماء يعني بعض هذه الكتب على أي حال هناك تفسيرات مختصرة زي تفسير الشيخ السعدي مثلا في جزء أو جزئين يعني في تفسيرات مختصرة وده موجود الحمد لله وربنا يا رب يجعلها لك من أهل القرآن عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أهلا خير نشهد الله عز وجل أننا أحبكم في اللعنة الله يحبك ويكرمك يا شيخ نبرك الله كنا حاولنا التواصل معكم أكثر من مرة وتواصلنا مع مدير صفحتكم على الفيسبوك بشأن ترتيب موعد ووعدنا أن يتصل علينا ولم يتصل فما السبيل برك الله فيكم السبيل تأخذ تليفوني الآن من كنترول وبعد الحلقة تتواصل معي إن شاء الله وأنا خادم لكل المسلمين طيب إخواني بيقولوا الوقت أزف طبعا الكلام لسه فيه بقية كثيرة إن شاء الله معنا حلقة أخرى للكلام عن الحجاج بن يوسف الثقفي هذه الشخصية العجيبة الغريبة التي جمعت الضاد فبين أعمال حسن وطيبة ترفعه إلى الصالحين وبين أعمال سيئة خبيثة تجعله في أخبث الأخبثين إن شاء الله نستأنف في اللقاء القادم وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ولكم وعليكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعدام النبلاء رجال رباهم خير مبلاء اقتبسوا من مور الهادي فإذا هم خير عن مالا اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العمياء وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر العظمى من كان الهادي قضوتهم وصلوا أفلاكا جوزا يسعد إخوانكم في منتدى فرشان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذين اصطفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالصدق والأمانة والوفاء وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجاء ومصابيح الهدى وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا ومن تبع أثرهم واقتفى أما بعد فإخوتي في الله أشهد الله أني أحبكم في الله والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أحبتي في الله هذا عود حميد إلى سلسلتكم النبلاء وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن شخصية حيرت الناس في زمانها ومن بعد زمانها وإلى يومنا هذا تكلمت في اللقاء الماضي عن الحجاج بن يوسف الثقفي وهذا الرجل اعتبره البعض من أعظم الشخصيات الإسلامية سيما في الناحية السياسية فهو الذي وحد دولة الإسلام بعدما تقطعت إلى دول وتمزقت إلى دويلات وهو الذي قضى على الخوارج وفتح الله به الفتوح وخدم القرآن خدمة جليلة وفعل 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 وبعض الناس أنزلوه إلى أسفل سافلين واعتبروه من أخبث الأخبثين بل الكثيرون من الصالحين وعلى رأسهم عمر بن عبد العزيز والحسن البصري خروا لله سجدا ساعة أن علموا بموت الحجاج لقاء الماضي تكلمت فيه عن أسرة الحجاج وعن البيئة التي نشى فيها الحجاج وعن تربية الحجاج وعن شيء من أخلاق الحجاج حتى التقى بي البعض وكتب لي البعض على صفحتي على الإنترنت قال لي بعضهم لقد حببتنا يا شيخ في الحجاج لقد حببتنا فيه وأنا أقول لهم انتظروا فإن الأعمال بالخواتيم الحجاج من أخلاقه الطيبة أيضا استكمالا لما بدأناه في اللقاء الماضي الأمانة كان أمينا لم يثبت عنه أنه السرق دينارا ولا درهما بل عندما مات لم يترك من حطام الدنيا وهو الذي كان يحكم نصف الخلافة تقريبا وهو الرجل الثاني في دولة الإسلام في بني أمية في زمانه على الحقيقة لما مات لم يترك من حطام الدنيا إلا ثلاثمائة درهم ومصحفا ومائة درع موقوفة لله عز وجل بل حبس صهرة مالك بن أسماء عندما مد يده إلى مال الدولة وكان يسقيه في السجن الماء الممزوج بالرماد والملح ما كانش عنده ده قريبي وده ابن أخت المدام وده أخ المدام وده ابن عم خالة المدام ما كانش عنده الكلام ده لما علم أن صهره مد يده إلى أموال الدولة القابي في السجن وكان يعذبه بنفسه وكان يسقيه الماء الممزوج بالرماد وبالملح وكان لا يقبل الوساطات أبدا كان لا يقبل الوساطات وعندما مات أخوه محمد ابن يوسف وكان واليا على اليمن وجد الحجاج في خزينة أخيه مئة وخمسين ألف دينار فكتب إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك يا أمير المؤمنين وجدت في خزينة أخيه بعد موته مئة وخمسين ألف دينار فإن كان أصابها من حلها فرحمه الله وإن كان أصابها من غير حلها فلا رحمه الله فقال الوليد إنه قد أصابها من تجارة حلال أخبرنا بها واستأذننا فيها فأحللناها له فارحمه رحمه الله من خلقه الأمانة ومن أخلاقه الغيرة بعد موقعة الزاوية وقف الحجاج خطيبا يقول وحياة الحجاج كلها معارك عشرين سنة يحكم العراق ويبصل سلطانه عن الحجاز وبلاد ما وراء الهند ويبعث الجيوش تفتح السند وتفتح بلاد الأفغان وبانجلادش بلغة العصر وسلطانه مبسوط على كل هذه النواحي لما انتصر في معركة الزاوية وقف خطيبا بين الناس وقال أنا الغيور ابن الغيور فمن دخل بيت امرأة يعني من الأغراب الأجانب قتلته ولما دخل أحد جنود الشام إلى بيت امرأة وعلم زوجها وقتله وعلم الحجاج بذلك رجل من جند الشام عمال يعني يغري امرأة من أهل العراق على أن يفعل معها الفاحشة ويغريها ضاقت به ضرعا فأخبرت زوجها وكانت حديثة عهد بعرس قال ائذني له وأدخلي قالت ماذا تقول قال دعيه لي فأعطته من طرف اللسان حلاوة فلما دخل هجم عليه زوجها وقتله ثم ألقى به فلما علم الحجاج بهذا قال لأهل القتيل خذوا قتيلكم فإنه لا قود له ولا دية بل هو قتيل الله تهجم على بيوت الناس ليه؟ عاجهتك عورات المسلمات ليه؟ هذا هضر لا قود له ليس لكم قصاص من القاتل الرجل قتله دفاعا عن عرضه ومن قتل أحدا دفعا عن عرضه فإن المقتول هضر فإن كتل الذي يدفع الأذى عن عرضه فهو شهيد والنبي الغيور صلى الله عليه وسلم علمنا أن من كتل دون عرضه فهو شهيد هذا أيضا يشهد لغيرته الحجاج أما الإصلاحات التي قام بها الحجاج في الدولة فقد خدم المصحف خدمة عظيمة لما وجد الأعاجم يدخلون في الإسلام وبدأ لسان العجم يلحن لحنا جليا بالقرآن شكل لجنة من يحيى بن معمر ومن الحسن البصري ومن غيرهم من أجل تشكيل كلمات المصحف وضع النقاط هذه النقطة تحتها تبقى بي هذه نقطة فوقها تبقى نون دين دين دي تلاتة الفتحة والضمة وهذه الكلام هذا من خدمة الحجاج للمصحف وسك العملة سك العملة الضراهم وكانت دولة الإسلام تتعامل بضراهم الفرس والروم وهذا لا يخفى خطره على اقتصاد المسلمين وكانت عملات الروم عليها كلمات كفرية شركية تناسب معتقداتهم فأمره عبد الملك أن يسك الضراهم وسك عبد الملك الدنانير هذا أيضا من أعماله ثم أصلح أراضي كثيرة في العراق وجفف مستنقعات كثيرة في العراق وحولها إلى أراضي زراعية امتلأت بالنخيل والبساتين والفاكهة والثمار وأغنى الناس وبنى مدينة عظيمة في العراق مدينة واسط هو الذي بناها أيضا الحجاج في العراق ثم الفتوحات الحجاج هو الذي أرسل الجيوش ففتحت بلاد الهند والسند وباكستان وبنغلادش وبلاد الأفغان وبداية الصين والترك على يد رجاله كتيبة بن مسلم دراجل من رجالة الحجاج انطلق بالجيش تحت إمارة الحجاج تحت قيادة الحجاج كتيبة بن مسلم محمد بن القاسم كل الفتوحدي تحت عين وسمع الحجاج وبأوامره هو الذي سير الجيوش هو الذي اختار لها القادة ثم قضى على الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأعراضهم وأموالهم قضى على الأزارقة والشبيبية والصالحية وجهز الجيوش تحت قيادة المهلب وكان للمهلب ابن أبي صفرة اليد الطولة في القضاء على الخوارج ثم قضى على الثورات قضى على ثورة ابن الأشعث وابن الجارود وعلى ثورة الزنج عشرين سنة من معركة إلى معركة ومن معركة إلى معركة لكن السؤال كيف اتصل الحجاج بخلفاء بني أمية وكيف تحول من محفظ قرآن للصبيان في كتاب إلى قائد للجيوش كيف انتقل هذه النقلة الجواب شهد الحجاج عصر بني أمية من أوله وشهد الحوادث العظام ورأى دولة الإسلام ويتتقسم ورأى جماعة المسلمين وهي تتفرق إلى فرق وأحزاب متناحرة فصافر من الطائف إلى الشام وانخرط في سلك الجندية وهو ابن خمس وعشرين سنة صافر للشام والتحق بجند الشام وهو ابن خمس وعشرين سنة وذلك كان في الحملة الذاهبة إلى مصر تعرفين كان سيدنا عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين يبسط سلطانه على مصر وعلى اليمن وعلى الطائف وعلى مكة والمدينة والحجاز والعراق وكان مروان بن الحكم الخليفة الأموي ملكه في الشام في تناحر الأمة انقسمت إلى دول والخوارج استأصلوا بقطعة من أمة الإسلام ومن بلاد المسلمين وأعلنوا أميرا لهم مروان بن الحكم الخليفة الأموي خرج بجيشه من الشام إلى مصر لاستخلاصها من تحت سلطان سيدنا وتجرسنا عبد الله بن الزبير وكان في جيشه الذاهب إلى مصر الحجاج بن يوسف كان لسه عسكر صغير عن الريف ولا صول ولا حاجة المم كان في جيش الشام الذي قاده مروان بن الحكم على مصر لاستخلاصها من سلطان عبد الله بن الزبير وقد تم المراد وانتصر مروان بن الحكم وفر عامل بن الزبير على مصر وصفت مصر لبني أمية وعاد مروان بالجيش المنتصر في رقب سنة خمسة وستين هجرية وفي الشهر التالي في شعبان سنة خمسة وستين هجرية بعث مروان بن الحكم جيشا ليستخلص المدينة المنورة من سلطان عبد الله بن الزبير وكان في الجيش أيضا الحجاج بن يوسف وأبوه غير أن عبد الله بن الزبير خرج كالأسد من براثنه وهزم جيش الشام هزيمة منكرة ونجى الحجاج وأبوه مع خمسمائة مقاتل بأعجوبة وبعدين الحجاج في الشام دلوقتي اتصل بصفي عبد الملك بن مروان بصديقه وصفيه ووزيره الذي يستشيره عبد الملك في كل شيء اتصل الحجاج بالقائد روح ابن زنباع اسمه كده اتصل الحجاج بروح ابن زنباع وكان روح وزيرا لعبد الملك بن مروان وكان صفيه وكان عبد الملك يستشيره في كل أمر تقريبا لما أراد عبد الملك أن يخرج بالجيش من الشام ليستخلص العراق من سلطان عبد الله بن الزبير وجد جيش الشام مختلا النظام مهلهلا الجنود فيهم تكاسل وفيهم تباطئ مش عارف يعبئ الجيش مش عارف يستثير الجنود مش عارف يستحفز يحفز الهمم مش عارف ففاتح صاحبه روح ابن زنباع في هذا وشكى له فقال روح ابن زنباع عندي رجل يا أمير المؤمنين في شرطتي يقال له الحجاج لو قلده أمير المؤمنين أمر العسكر لأرحلهم برحيله وأنزلهم بنزوله حجاج ده لو تخليه قائد على الجند انت تشاور بس كده بالرحيل الكل يجري من خلفك تأمر بالنزول الكل ينزل الجند برهن شرطك وطوع أمرك قال عبد الملك الحجاج قد قلدنا قلدناه هذا الأمر فكان لا يقدر أحد بعد ذلك أن يتخلف عن أمير المؤمنين خلاص شدة الحجاج حزمه صرامته والجندية رجولة خلاص ما كان يقرأ أحد بعد ذلك أن يتخلف عن أمر الأمير إلا أعوان روح بن زنباع أصدقاء الوزير إنه له قدر كبير عند أمير المؤمنين فوقف عليهم الحجاج مرة وهم يأكلون فقال لهم ما منعكم أن ترحلوا برحيل أمير المؤمنين فسخروا منه ووجهوا له ألفاظا قارصة فأمر الحجاج بهم أن يجلدوا فقبض عليهم رجاله وجلدوهم ثم قال طوفوا بهم في المعسكر ليكونوا عبرة لغيرهم ففعلوا ثم أحرق خيامهم روح بن زنباع الوزير الكبير علم أن أصحابه فعل بهم الحجاج هذا فدخل إلى أمير المؤمنين عبد الملك شاكيا من الحجاج فبعث عبد الملك للحجاج لماذا فعلت ما فعلت قال أنا فعلت أنا ما فعلت يا أمير المؤمنين قال من فعل قال أنت الذي فعلت يا أمير المؤمنين فإنما يدي يدك وصوتي صوتك وبهذه الفعلة يرتدع من بقي من الجند وما على أمير المؤمنين أن يخلف على روح يعوض روح ابن زنباع عن الفسطات فسطاطي وعن الغلام غلامين لكن لا تكسرني فيما قدمتني له يا أمير المؤمنين فأعجب عبد الملك بصرامة الحجاج وبحزم الحجاج وقال إن شرطيكم هذا لجلد ثم أقره على ما هو علي بل زادت منزلته عنده ولما قاتل عبد الملك ابن مروان زفر ابن الحارث وطال القتال أرسل عبد الملك إلى زفر وفدا للمفاوضة رئيس الوفد رجاء ابن حيوة رجاء ابن حيوة عالم كبير وكان في وفد الشام المفاوض الداهية الحجاج ابن يوسف الثقفي فلما حضر وقت الصلاة صلى رجاء ابن حيوة مع زفر ابن الحارث أما الحجاج فقد صلى وحده فلما سئل عن ذلك لماذا صليت وحدك قال لا أصلي خلف هذا المنافق الذي خرج على أمير المؤمنين وخرج عن طاعة أمير المؤمنين فلما سمع عبد الملك بما قاله الحجاج وبما فعل زادت منزلته عنده وازداد إعجابه به بل جعله على شرطة فلسطين لأخيه أبان ابن مروان خلى وزير الداخلية في فلسطين وكانت تحت ولاية أخيه أبان ابن مروان ولما أراد عبد الملك أن يخرج بجيش الشام إلى العراق ليستخلصها من مصعب بن الزبير عامل عبد الله بن الزبير على العراق طباط يا أهل الشام طباط الجيش أيضا قال الحجاج صلتني عليهم يا أمير صلتني عليهم وسطر قال صلتك عليهم فكان الحجاج لا يمر على باب رجل من جند أهل الشام تأخر إلا وأحرق عليه الدار فكان الناس يتبادرون إلى الخروج للحاق بالجيش وبالجند حتى اجتمع لعبد الملك جيش عظيم من أهل الشام به انتصر على مصعب بن الزبير واستخلص العراق منه ده كان سنة 72 هجرية وبعد أن صفت مصر والعراق لعبد الملك بن مروان ولم يبقى تحت سلطان عبد الله بن الزبير إلا الطائف ومكة والمدينة وبعض أماكن في الحجاز أراد أراد عبد الملك أن يقضي على سيدنا وتجرصنا عبد الله بن الزبير فبعث جيشا يقوده الحجاج للقضاء على عبد الله بن الزبير وعبد الله في مكة وعائذ ببيت الله الحرام وعبد الله بن الزبير من صغار الصحابة وإن كان كبيرا في العلم والعبادة والجهاد وقد قمنا في هذه السلسلة المباركة بإعداد حلقة عن سيدنا عبد الله بن الزبير فارجعوا لها واسمعوا عن فضائله قصة سيدنا عبد الله بن الزبير إيه؟ قصته مع الحجاج إيه؟ القصة تبدأ عندما بايع معاوية رضي الله عنه لولده يزيد بالخلافة من بعده وسواء أخطأ سيدنا معاوية أم أصاب سيدنا معاوية فقد بايع كل الناس ليزيد عدى أربعة سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن عمر سيدنا عبد الله بن الزبير سيدنا وتجرصنا الحسين بن علي بايع بعد ذلك ليزيد إنت يا ابنة أمالت قحت عبتنا في إيه؟ بارك الله فيك بايع بعد ذلك ليزيد عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن الزبير أيضا أما الحسين رضي الله عنه فأبى أيبا وكان ما كان من استشهاد سيدنا الحسين في كربلاء حيث الكرب والبلاء فلما استشهد سيدنا الحسين أعلن عبد الله بن الزبير خروجه على الخليفة الأموي يزيد بن معاوية وبايعه أهل مكة وأهل المدينة بل بسط سلطانه على مكة والمدينة واليمن والطائف والحجاز والعراق ومصر بل وعلى بعض أطراف بلاد الشام قل لده بأف سلطان سيدنا عبد الله بن الزبير حجاج خرج بالجيش من العراق إلى مكة للقضاء على عبد الله بن الزبير خرج الحجاج في ثلاثة آلاف مقاتل اخترق الصحراء ولم يمر بالمدينة ولا بمكة بل اخترق الصحراء من العراق إلى الطائف مباشرة وبين الطائف ومكة مسافة ليست كبيرة السؤال لماذا نزل الحجاج بالجند إلى الطائف أولا الجواب أولا هي أرض قومه هو من الطائف أصلا من ثقيف ثانيا أراد أن يجعل من الطائف ذات النسيم العليل والبساتين والظهور والجو الطيب والحقول والنخيل أراد أن يجعل من الطائف مستراحا لجنوده بعد رحلة شاقة وقبل معركة قد تطول ثلاثة الكثيرون من أغنياء مكة لهم بساتين وحقول في الطائف فإذا أخذ الحجاج الطائف وأخذ هذه البساتين وقطع الثمار عن مكة شدد من الحصار على أهل مكة ثم أغنياء مكة أصحاب البساتين التي في الطائف إذا حرموا خير أموالهم إزدادت نقمتهم على سيدنا بن الزبير لهذه الأسباب ولغيرها بدأ الحجاج بالطائف ودخل الطائف من غير مقاومة ثم أخذ في كل يوم يبعث جنوده يناوشون جيش عبد الله بن الزبير فيقتلون فيهم ويعني يؤثر في همتهم ويضعفون شوكتهم كل يوم كل يوم يبعث كتيبة صغيرة أو يبعث عشرين جندي خمسين جندي مائة جندي يحصل قتال على أطراف مكة يقتلون في جيش بن الزبير ويعودون يختبرون عزمهم وصبرهم ثم طلب الحجاج مددا من عبد الملك فبعث له طارق بن عمر طارق بن عمر خارج بجيش خمس تلاف مقاتل استولى على المدينة أصبحت كل الحجاز في يدي عبد الملك بن مروان إلا مكة فيها جيش بن الزبير وابن الزبير عائذ ببيت الله الحرام ضاقت عليه السبل من كل اتجاه ثم انطلق جيش طارق بن عمر من المدينة إلى مكة إلى أطراف مكة ولحق بجيش الحجاج بقى كده الحجاج قائد عام على جيش من تمن تلاف مقاتل أمر الحجاج بنصب المنجنيق على جبل أبي قبيس وعلى جبل القعين قاع المنجنيق آلة حربية خشبية قديمة يعني تقزف الحجارة وكتل النار يعني نحاول يعني ربما تقوم بما تقوم به المدافع بصورة مصغرة نصب منجنيق ضخم جدا على جبل أبي قبيس ومنجنيق على جبل القعين قاع وأنت تعرف أن الكعبة في بطن الوادي وأن هذه الجبال يطل منها على الكعبة فنصب المنجنيق وبدأ يأمر بقذف الكعبة بالحجارة وابن الزبير عائذ ببيت الله الحرام حصل موقف عجيب حصلت سواعق وهم يرمون بالمنجنيق سواعق أحرقت المنجنيق أو بعض المنجنيق فأمر الحجاج بإصلاحه وقال لا تخافوا فهذه أرض قومي وأنا أعرفها فكأن الجند خافوا فوضع بنفسه الحجر ورماه حتى يعني يقوي همة هؤلاء وقال تصيبهم غدا إن شاء الله ولحسن حظه حصلت سواعق أخرى قتلت بعضا من جيش ابن الزبير فازدادت همة جند الشام المهم بدأ يرمي الحجارة على الكعبة واشتد الحصار جدا وقلت المؤونة وارتفعت الأسعار وبدأ أهل مكة وهم محاصرون يسقطون موتى من الجوع ثم نصب الحجاج رايات الأمان على الجبال المحيطة بمكة وأخذ رجاله يصيحون أيها الناس على ما تقتلون أنفسكم والله ما خرجنا إليكم ولا نبتغي دماءكم من خرج إلينا فهو آمن لا أغدر بكم ولا حاجة لنا في دمائكم حقاق يأمر للجنود يصيحون بهذا هو نفسه يقول هذا الكلام هذا عهد من الحجاج أقسم برب هذه الكعبة لا أغدر بكم ولا حاجة لنا في دمائكم ولا خرجنا لكم أصلاً يا أهل مكة النتيجة إيه؟ تسلل من رجال ابن الزبير نحو عشرة آلاف من الرجال ولا حقوب الحجاج نظر ابن الزبير فلم يجد حوله إلا النذر اليسير من الرجال واستمر الحصار المر سبعة شهر والناس بتسقط من الجوع ومنهم من يتسلل حتى بعض أهل عبد الله بن الزبير وبعض أبنائه تركوه ولذلك ذهب ابن الزبير إلى أمه مع أخيه عروة لينظر عليها النظر الأخيرة وليسمع منها فلما دخل عليها وكانت وجعة أسماء قال لها كيف تجدينك؟ قالت وجعة قال إن في الموت لعافية قالت وتحب موتي يا عبد الله لعلك تشتهي موتي فلا تفعل وضحكت قالت والله يا ابني ما أشتهي أن أموت حتى تأتي على أحد طرفيك إما أن ترزق الشهادة فأحتسبك عند الله أو تنتصر فتقر بذلك عيني قال يا أم خذلني الناس يا أمي خذلني الناس حتى أهلي وولدي ولم يبقى معي إلا النذر اليسير ومن لا دفع له أكثر من صبر ساعة وقد أعطاني القوم الأمان وأعطوني من الدنيا ما أريد فما رأيك؟ قالت الله الله يا ابن الزبير يا بني إن كنت تعلم أنك على حق تدعو إليه فامضي عليه ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمي يلعبون بك وإن كنت قد أردت الدنيا فبئس العبد أنت أهلكت نفسك وأهلكت من كان معك وإن قلت إني كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت نيتي فليس هذا فعل الأحرار يا ابن الزبير ولا فعل من فيه خير يا ابن الزبير يا ابن الزبير كم خلودك في الدنيا كم خلودك في الدنيا القتل أحسن ما يقع بك يا بني يا ابن الزبير والله لضربة بالسيف في عز خير وأحب إلى أمك من ضربة بالصوت في ذل قال يا أمه أخاف إن قتلني الحجاج أن يمثل بي ويصلبني قالت يا بني إن الشاة لا يضرها السلخ من بعد الذبح فامضي على بصيرتك واستعن بالله فقبل رأسها وقال هذا والله رأيي والذي كمت به داعيا إلى الله والله ما دعاني إلى الخروج عليهم إلا الغضب لله أن تنتهك محارمه من هؤلاء ولكني أحببت فقط أن أطلع على رأيك لأزداد به بصيرة وقوة ويقين والله ما تعمدت إتيان منكر ولا عملا بفاحشة ولم أجر في حكم ولم أغدر في أمان ولم يبلغني عن عمالي حيف فرضيت به أبدا بل أنكرت ذلك ولم يكن عندي شيء آثر من رضاء ربي ثم قال اللهم إني لا أقول هذا تزكية لنفسي بل أقوله تعزية لأمي حتى تسلو به قالت والله إني لأرجو أن يكون عزائي فيك جميل يا عبد الله قال يا أم لا تترك الدعاء لي قبل قتلي ولا بعده قالت أفعل إذن يا عبد الله إذن اقترب وهي امرأة وصلت إلى المائة عام وقد ضعف بصرها قالت إذن فدنى منها فشمته وضمته وقبلت ثم قالت اللهم ارحم طول ذلك القيام بالليل الطويل اللهم ارحم نحيبه وضمأه في هواجر مكة والمدينة اللهم ارحم بره بأمه اللهم إني قد سلمت فيه لأمرك ورضيت فيه بقضائك فأثبني في عبد الله ثواب الشاكرين دي اللقاء الأخير بينه وبين أمه فخرج عبد الله بن الزبير وقال لأصحابه فليشغل كل رجل منكم رجلا منهم ولا يلهينكم السؤال عني عن القتال فإني على الرعيل الأول وهاجم جيش الحجاج الذي اقترب واقترب من الكعبة انطلق عبد الله بن الزبير مع رجاله مع قادته مع فرسان جيشه فهزموا جيش الحجاج في أول الأمر وردوهم وأخرجوهم إلى الحجون ثم رمى رجل من جند الشام حجرا على عبد الله بن الزبير فشج رأسه وأصابه في وجهه وفار الدم فدخل عبد الله بن الزبير إلى شعب من شعاب مكة يضمد فيه الجراح ويمسح فيه الدم فوقعت عليه عين أمة من إمائه فلما رأته ينزف الدم الكثير قالت وَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَا فَتَكَاثَرُوا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ وَحَزُّوا رَأْسَهُ وجاءوا الحجاج برأس عبد الله بن الزبير فأمر أن يصلب جسده على جزع عند الكعبة اصلبوه فصلبوا جسد عبد الله بن الزبير حفيد أبي بكر على جزع عند الكعبة ولك أن تتخيل حفيد أبي بكر على جزع مصلوب عند الكعبة ولا أجد أحلى من هذه الأبيات في شأن هذا الجسد الطاهر المصلوب علو في الحياة وفي الممات بحق الله أنت إحدى المكرمات كأنما قد وقفت فيهم خطيباً وقد وقفوا جميعاً للصلاة برضو ما كانتك يا ابن الزبير حتى بعد موتك فوق عليا مر عبد الله بن عمر بجثمان عبد الله بن الزبير فقال رحمك الله يا أبا خبيب والله ما علمتك إلا صواماً قواماً باراً بأمه وصولاً للرحم والله لأمة أن تشرها لا هي في خير يا أسماء اتق الله واصبري عبد الله بن عمر بعزي أسماء ابنة أبي بكر يا أسماء اتق الله واصبري واعلمي أن هذه الجثث ليست من وإنما أرواحهم عند الله فقالت أسماء الصابرة وما علي يا ابن عمر وقد أهدي رأس يحيى النبي لامرأة بغي يعني ابن أحسن من يحيى بن زكريا اسماء رضي الله عنها جبل من جبال الصبر وبعد ثلاثة أيام من صلب عبد الله بن الزبير بعث الحجاج إلى أمه أسماء حتى تأتي إليه فأبد فذهب هو إليها وقال يا أمه إن أمير المؤمنين أوصاني بك خيرا قالت لست لك بأم إنما أنا أم هذا المصلوب وقد أخبرنا النبي أنه سيخرج من ثقيف كذاب ومبير أما الكذاب فهو المختار قد عرفناه وأما المبير يعني سفاك الدم أتل الأتلة فأنت يا حجاج ثم قالت يا حجاج أما أنا لهذا الراكب أن ينزل ولهذا الفارس أن يترجل قل له ابني الفارس ده ما عنش أنه ينزل هذا الراكب ليش المصلوب أما أنا لهذا الراكب أن ينزل ولهذا الفارس أن يترجل فأمر بإنزاله بعد ثلاثة أيام فحنطته وصلت عليه ولم تمر عليها جمعة بعد دفن ولدها رضي الله عنه وعنها سيدنا عبدالله بن الزبير كان بنى الكعبة على قواعد إبراهيم الحجردة من الكعبة والنبي قال لأمنا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بشرك لجعلت البيت على قواعد إبراهيم فسيدنا بن الزبير فعل هذا وأدخل الحجر فلما دخل الحجاج مكة أخرج الحجر على النحو الذي هو وترك بناء بن الزبير لكل أركان الكعبة كما هي أما الناحية الشمالية فقد بناها الحجاج وهي على حالها إلى الآن ثلاث أركان من بناء بن الزبير والركن الشمالي من بناء عبد الله بن الزبير وفي أول جمعة وقف الحجاج خطيباً في الكعبة وقال يا أهل مكة بلغني استكباركم واستفضاعكم لقتلي لعبد الله بن الزبير ألا وإن بن الزبير كان من خيار هذه الأمة حتى رغب في الخلافة ونازعها أهلها فألحد في الحرم فأذاقه الله من عذاب أليم وإن آدم كان أكرم على الله من عبد الله بن الزبير وإنه كان في الجنة والجنة أشرف من مكة فلما خالف آدم وأكل من الشجرة أخرجه الله من الجنة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله اخرب بيت كلامك يا حجاج أعوذ بالله يا قزائف بيهدد الناس ويخوفهم يعني عمله الله بما يستحق بعد كده عاد الحجاج إلى المدينة مكث فيها ثلاثة أشهر عمل فيها فظائع آذى بعض الصحابة آذى بعض أبناء الصحابة ثم عاد إلى مكة بعمرة ثم عاد من مكة إلى الكوفة ليخمد فيها الفتن لما دخل الكوفة نترك اللقاء الماضي دخل المسجد وقد تلثم وعلى رأسه عمامة من خز أحمر بلون الدم يعني وجلس على المنبر فترة حتى أهمهم حتى أخذوا يقولون ما هذا الغبي من هذا الغبي الذي بعثه عبد الملك وحصلت جلبة في الجامع فقام الحجاج صارخا وقال وهو يميط اللثام عن وجهه أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني يا أهل الكوفة إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها وإني لأنظر إلى الدماء بين اللحى والعمائم وإن أمير المؤمنين أمرني أن أعطيكم عطاياكم ثم أسيركم تحت لواء المهلب لقتال الخوارج وإني أكسم بالله لا أجد رجلاً تخلفاً بعد أخذ عطائه ثلاثة أيام إلا وضربت عنقه ثم قال يا غلام اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين فأمسك الغلام رسالة الأمير وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة سلام عليكم فلم يرد أحد السلام على سلام أمير المؤمنين فصرخ الحجاج يا أهل العراق يا عبيد العصى يسلم عليكم الأمير ولا يرد أحد منكم عليه السلام والله لو أدبنكم أدباً اقرأ يا غلام فقرأ الرسالة من أولها بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة سلام عليكم فارتفعت أصوات الناس وعلى أمير المؤمنين سلام الله ورحمته وبركاته ثم بعث الجيوش تقاتل مع المهلب بن صفرة فقضوا على الخوارج من جرائم الحجاج الكبيرة قتل عبد الله بن الزبير وصلبه ورمي الكعبة بالمنجنيق واستباحة المدينة وقتل بعض الصحابة وقتل بعض أبناء الصحابة قتل عبد الله بن الزبير حفيده أبي بكر وهو الذي أمر بقتل عبد الله بن عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه من أكبر أولاده وأشهر أولاده وأعلم أولاده عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وقف أمام الحجاج وقال يا عدو الله تستحل حرم الله وتخرب بيت الله وقال الحجاج لعبد الله بن عمر اسكت يا شيخا قد خرف أعوذ بالله فلما صدر الناس يعني انصرفوا أمر الحجاج رجلا من جنوده أن يأخذ حرب مسمومة وأن يتعرض بها لابن عمر أثناء الطواف يجرح بها في رجله ففعل فمرض منها أياما ومات بمكة رضي الله عنه ودفن بها ودخل عليه الحجاج وهو يموت عائدا فسلم فلم يرد عليه ابن عمر السلام هذا ذكره الذهبي كذا في رواية أخرى عن إسحاق بن سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر على ابن عمر وأنا عنده دخل الحجاج على ابن عمر فقال كيف هو عمل إيه فقال أي ابن عمر صالح قال من أصابك يا ابن عمر قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني أنت يا حقاك ولذلك قال سعيد بن جبير لما احتضر ابن عمر قال ما آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث على ضمأ الهواجر وعلى مكابدة الليل وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا يعني الحجاج ابن يوسف الثقفي أيضا من جرائم الحجاج الكبيرة قتله لبعض العلماء وعلى رأسهم سعيد بن جبير من أكبر العلماء ومن أكابر أصحاب عبد الله بن عباس كان سعيد بن جبير في مكة ساعة أن دخله الحجاج وقتل ابن الزبير فبايع سعيد بن جبير لعبد الملك بن مروان ثم رحل إلى العراق فبايع مرة ثانية عند الحجاج لعبد الملك بن مروان وجعله الحجاج إماما للصلاة ثم ولاه قضاء الكوفة فضج بعض الناس وقالوا لا يلي القضاء إلا رجل من العرب عصبية عمية فجعل الحجاج أبا برد الأشعري ابن أبي موسى قاضيا وقال لا تقطع في أمر حتى ترجع إلى سعيد بن جبير بل أعطى سعيد مئة ألف درهم وقال وزحها على من شئت من أهل الحاجة يعني كان سعيد مقرب عند الحجاج لكن لكثرة ظلم الحجاج ولطيشه حصل الثورات خرج عليه ابن الأشعث وانضم بعض الفقهاء والقراء ومنهم سعيد لابن الأشعث في قتاله وثورته على الحجاج المهم بعد سنين طويلة أسر سعيد بن جبير وحمل إلى الحجاج فأخذ الحجاج يعاتبه عتاب الوالد لولده هكذا قال الذهبي في تاريخ الإسلام قال أخذ الحجاج يعاتبه سعيد في قصص كثير ورؤات كثيرة يعني أخذ الحجاج يعاتبه عتاب الوالد لولده فقال سعيد إن مرء من المسلمين يصيب مرة ويخطئ مرة فطابت نفس الحجاج بهذا الرد وأراد أن يخلصه ثم قال فما الذي أخرجك علينا قال سعيد كانت في عنق بيعة لابن الأشعث وقد عزم علي فاستشاط الحجاج غضبا وقال رأيت عزمة لعدو الرحمن الأشعث عليك ولم ترى لله ولا لأمير المؤمنين ولا لي عليك حقا تنكث في بيعتين بيعة في مكة وبيعة في العراق من أجل بيعة واحدة لعدو الله ابن الأشعث اضربوا عنقا فقتلوا قال سعيد اللهم لا تصلت أحدا اللهم لا تصلت الحجاج على أحد بعد وفعلا مات بعده الحجاج بشهر في بأروايات كثيرة كده ويعني معظمها غير ثابت وقصة طويلة وإحوار طويل إن الحجاج لما أراد أن يقتل سعيد بن جبير قال اختر لنفسك قتلة يا سعيد قال ابن اختر أنت لنفسك فأي قتلة تقتلني بها يقتلك الله بها في الآخرة قال تريد أن أعفو عنك قال إن كان العفو منك فلا وإن كان من الله فنعم قال اقتلوه فضحك سعيد قال ما يضحكك وأنا أمر بقتلك قال أعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عليه قال يعني حولوا وجه في كلام طويل كده الخلاصة ما سمعتموه وبعد كان آخر من قتله الحجاج سدنا وتقرسنا سعيد بن جبير وبعد بعد شهر مرض الحجاج بمرض اسم العصر سراطان المعدة وما ربك بظلام للعبيد إن ربك لبالمرصاد وحينما أحس باشتداد المرض بعث إلى طبيبه وبعد فترة اشتد المرض واشتد وشعر الحجاج بدنو الأجل فكتب إلى عامله قتيب بن مسلم بأنه فكر في سنه وبأنه قد بلغ الثالث والخمسين من عمره وأن من وصل إلى سن الخمسين فقد أوشك على النهاية ثم بعث برسالة إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك قال له إيه يا أمير المؤمنين كنت أرمي عنك وأحوتك حياطة الناصح الشفيق فجاء الأسد يعني الموت فبطش بالراعي وفرق المرع ومزقها كل ممزق لقد نزل بمولاك يعني خدامك ما نزل بأيوب الصابر وأرجو أن يكون الجبار أراد بعبده غفراناً لخطاياه وتكفيراً لما عمل من ذنوبه أي حسن الظن العجيب ده من الحجاج عند موته بل من العجب أنه لما عاين السكرات وشأ يعني نزل به ملائكة الموت وبدأت الروح تنزع منه قال كلاماً عجباً قال رب إن العباد قد آيسوني رب إن العباد قد آيسوني ورجائي لك الغدات عظيم رب إن العباد قد آيسوني ورجائي فيك يا ربي عظيم ثم قال يا رب إنهم زعموا أنك لن تغفر لي وأنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لن تغفر لي وأنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي فإن الناس زعموا أنك لن تغفر لي وأنت الغفور الرحيم هذا عجب دي آخر كلمة رددها الحجاج قبل أن يموت مات وعنده 53 سنة 25 رمضان في سنة 95 من الهجرة ودفن بواسط بالعراق وعندما مات حزن عليه الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين حزناً عظيماً بل وأخذ يتلقى فيه العزاء ولم ينقس في الدنيا بعده إلا ثمانية شهور وفرح الناس جداً بموته لدرجة أن سيدنا عمر بن عبد العزيز خر ساجداً سجدة شكر لله وسجد الحسن البصري شكراً لله عز وجل وبكى إبراهيم النخعي من شدة الفرح وقيل أنه يوم أن مات أخرجوا من سجنه حوالي تمانين ألف سجين منهم عشرين ألف امرأة هو قتل أكثر من عشرين ألف إنسان وسآخر ناس طلعوا من السجن عنده تمانين ألف إنسان وقراته أمراً عجيباً سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين قال لأحد العلماء هل استقر الحجاج بن يوسف في قعر النار الآن أم ما زاله فقال العالم للأمير سليمان لا تقل هذا يا أمير فإن الحجاج عاد أعداءكم ووال أولياءكم وبذل مهجته لكم فهو يوم القيامة عن يمين أبيك عبد الملك بن مروان وعن شمال أخيك الوليد بن عبد الملك فانظر في أي مكان تحب أن يكون فسكت أعدى الماقيل في الحجاج ولو ناخد تصلاة بقى لو أنت عايز أعدى الماقيل في الحجاج كلم سدنا وتجرسنا الإمام الذهبي قال عنه إيه قال كان جباراً ظلوماً غشوماً عنيداً ذا شجاعة وأقدام وفصاحة وبلاغة ومكر ودهاء وتعظيم للقرآن وله حسنات مغمورة في بحر سيئاته وله توحيد في الجملة يعني هو مسلم ونحن نسبه ده كلام الذهبي ولا نحبه طب وفي النهاية دريح فين الله جلده بقى هو تحت مشيئة الله إن شاء عذبة وإن شاء غفر له أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حاكماً عنده حزم الحجاج بالعدل بغير ظلم ولا بغي ولا طيش ولا اعتداء حزم بالعدل عنده لين في غير ضعف عنده حزم في غير ظلم وبطش اللهم أصلح أحوالنا وردنا إليك جميعاً رداً جميلاً طيباً آمين على اتصال تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً عندي سؤال واحد فقط بلا مقدمات ولا مؤخصرات يا شيخ أرنود يا شيخ مصعد مش مشكلة هل يجوز ليه أن أقتاجي بماشطة ابنة فرعون دون غيريها من النساء الصالحات على مر العثور لما لها من عقيدة راتخة وثابات وتحملها على البلاء العظيم في أبنائها وهل المسلم يستكشر أن بعد الأصر العسير الفرج القريب عندما أنطق الله تفلها الربيع رحمة من الله ولمزيد من الإتمئنان والبشر والثبات وهل تعتبر من النبلاء وأجزاكم الله خير بارك الله فيك لا شك أن ماشطة فرعون من السيدات العظيمات الصابرات اللواتي يضرب بهن المثل في الصبر وفي بذل المهجة في مرضات الله عز وجل وكل هؤلاء من النبلاء من أمتنا يعني من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو من أمة أي نبي كلهم إخواننا وأخواتنا وآباؤنا وأجدادنا ونحن كمسلمين نبدأ بآدم عليه السلام أول نبي الذي بعث بالإسلام ودعى الناس إلى الإسلام والدين عند الله كما لا يخفى عليك الإسلام فنقتدي بعائشة وفاطمة وماشطة فرعون ومريم وآسيا بنت مزاحم وأسماء ابنة أبي بكر وأم عمار الأنصارية كل دول نعم أحمد سلام عليكم فضل أحمد ورحمة الله وبركات أهلا وسهلا أشهد الله أن أحبك في الله الله يحبك ويكرمك وإلى الله نبارك في عمرك وعملك على هذا الموضوع الطيب المبارك يا أنت رأيك في الحقاق وحش ولا كويس والله هو طيب في أفعاله ولكن الله عزه ولكنه كان شديدا وطارما في جميع الأوقات بس بظلم كثير نعم كان في سيفه رحق أن يوفق إمامنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنصيته للبر والتق وأنا فقه الهداك وأدعو المسلمين جميعا إلى أن يتمسكوا بالسنة على منهاج النبوة وأدعوهم جميعا أن يكونوا على قلب رجل واحد حتى تأتي مصر إلى ما هو أفضل من ذلك حتى نستريح قلوبنا ونأمن على أنفسنا ما يحدث الآن من تدمير وتحريك هذا لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي المسلمين ولا يرضي أيضا أهل غير الإسلام لأننا ما يحدث الآن في مصر هذا ليس من طبيعتنا وليس من شرعاتنا أعزائكم الله خيرا يا حبيب فعلينا أن نتهد جميعا وأسألك أن تدعو لزوج أختي وأن يتغمد الله بواساء رحمته وأن يشفي أمراضنا ومراضنا أسأل الله عز وجل أن يتغمده خاصة برحمته وأن يرحم موتانا وموت المسلمين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يجعل مصرنا أمنا أمانا رخاء سخاء اللهم جنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أراد بمصرنا خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بمصرنا سوءا فرد كيده في نحره برحمتك يا رحمن يا رحيم آمين آمين أحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم شوفكم على الخير إن شاء الله الخميس القادم في الواحدة والربع ظهرا في دروس الآداب الضائعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة